تقدم في جميع المحاور ذا كما أعلنه قادة عسكريون هذا التقدم يأتي في إطار الهجوم الأوكراني المضاد الذي تشتد وطأته في بغموت سعيا لإجبار القوات الروسية على الانسحاب من المدينة التي تتفاوت آراء العسكريين بشأن أهميتها الاستراتيجية تقول نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا مليار إن قوات بلادها تشارك في تحركات نشطة للتقدم على عدة اتجاهات في وقت واحد وأن الوحدات العسكرية حققت عملية نجاحات تكتيكية في جميع القطاعات التي تهاجم فيها وهنا تقول المسؤولة الأوكرانية إن هذا التقدم التدريجي خلال الساعات الأخيرة مكن من التقدم لمسافة تصل إلى كيلومترين في كل اتجاه بعد أن أعلنت كييف استعادتها السيطرة على نحو مئة كيلومترين مربعين من الأراضي خلال أسبوع يحدث هذا في وقت وصف فيه قائد القوات البرية الأوكرانية أوليكساندر سيرسكي الأوضاع في الشرق بالملتهبة وأن روسيا ترسل قوات النخبة إلى قطاع بخموت مدعومة بالمدفعية والطائرات عملياً ووفق مصادر عسكرية تسعى القوات الأوكرانية إلى التمركز فوق المرتفعات البارزة وتأمين قطاعات متفرقة وسط الغابات هذا التقدم الأوكراني لم تعترف به روسيا بل عده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بغير المجدي ولم يحقق أي نجاح وداخل الأراضي الروسية قال حاكم منطقة بريانسك إن وحدات الدفاع الجوي صدت هجوماً أوكرانياً بالطائرات المسيرة أثناء الليل على محطة ضخن في خط أنابي بيدروكبا في المنطقة المتاخمة للحدود مع أوكرانيا الراهن العسكري في أوكرانيا بعد أكثر من عام على الحرب ألقى بضلاله على واتيرة التسلح في روسيا إذ قالت وزارة الدفاع الروسية إن الوزير سيرجي شويغو أمر مجمعاً للصناعات الدفاعية بتوسيع عملية إنتاج الدبابات وقاذفات اللهب وإرسال أكثر من أربعة آلاف مدفعية مختلفة إلى منطقة العمليات العسكرية الخاصة في أوكرانيا كما تسميها موسكو يوميات الحرب في أوكرانيا والهجوم المضاد تسودها أجواء من عدم اليقين في قدرة كل من كييف وموسكو على تحقيق إنجاز سريع قد يشكل تحولاً مهماً في مسارات الحرب ومدتها ترجمة نانسي قنقر